في هذه البوابة المفتوحة على محافظتي تعز والأحج تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها الميداني رغم وعورة التضاريس ونقص الإمكانيات في مواجهة ميليشيا الحوثي تبدل حقيقي في معادلة الحرب الجارية جسدته انتصارات الساعات الأخيرة في جبهة القبيطة وذلك بعد أشهر طويلة من سطوة الميليشيا تفيد الأخبار الواردة أن الجيش الوطني أحرز تقدما كبيرا في جبل جالس الاستراتيجي ونجد قفيل وجبلي كوكب والمشقر وطريق المغنية المؤدية إلى مدينة الراهدة مصادر ميدانية أكدت أيضا أن الجيش يواصل عملياته العسكرية بتمشيط عدد من المواقع والقرى أبرزها منطقتاء دياش والكعبين تزامن التقدم العسكري على الأرض مع كتافة في الغارات الجوية خلال اليومين الماضيين حيث أسفرت الغارات عن قتل وجرحة في صفوف الميليشيا وتدمير تعزيزاتهم العسكرية بعد انتصارات مماثلة حققها الجيش في مناطق الشريجة وحمالها التابعة لمديرية كريش تكمن أهمية القبيطة في كونها بوابة مشتركة بين محافظتي تعز ولحج كما أن بعض جبالها الوعرة تطل على قاعدة العند الجوية أحد أهم القواعد العسكرية الواقعة على بعد 60 كيلو متر شمال عدن وبالسيطرة على القبيطة يكون الجيش الوطني قد أمن المواقع الحيوية للجيش في لحج وسهل الطريق أمام تقدم القوات إلى الراهدة التابعة لمحافظة تعز ترجمة نانسي قنقر